بعدما تفضل السيد رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية لا يسعني في البداية إلا أن أجدد لسيد رئيس الجمهورية خالص التهاني بمناسبة إعادة اتخابه لفترة جديدة لولاية جديدة وأدعو المولى عز وجل أن يوفق في مهامه السامية ويسدد خطاه لما فيه خير العباد والبلاد ولتحقيق ما يصب إليها الشعب الجزائري الأبي من تقدم ورفع ومنع وحضيت باستقبال من قبل السيد رئيس الجمهورية حيث قدمت لسيادته استقالة الحكومة وطلب مني السيد الرئيس بمواصلة العمل لأننا مقبلين على دخول اجتماعي أي دخول مدرسي دخول جامعي دخول التكوين المهني بالإضافة أيضا إلى إعداد مشروع الميزانية والله ولي التوفيق وشكرا سيد من هذا البطل المباشر وإلا بشركم حابين الكذب احنا ما نكذبوش على هذو الناس ما نكذبوش على المحارب العشرية السوداء احنا معنا إعازات ما نكذبو على خوتنا ما نحشي لك ما نجيب بك الوقت وهذو الناس اللي رام يديروكي معاك هذو هذو هم أعداء القضية هذه اللي نقولها الخوتي وبرتاجوا الشابيبة لكم شابيبة لكم ترجعوا لكم شوية أو كل شيء وأيضار هيا سيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا هو مجددا وعندما يكون هناك مجددا عندما يكون هناك بوجلة احتراماتي لا أستطيع أن أتحرك أتحرك بوجلة أتحرك لأنه يجب أن نأتي المدح لديك دماء المدح لديك رائزة المدح لديك إعلامي لا تزعق السلام عليكم يا أخوتي نحن اليوم قدمنا هذا البث المباشر كما ترون أخوتي المدح لديك يجب أن ترون تقصد مدح لديك إشتري ويجب أن يرون أخوتي المدحة لم أترون أمور كثيرة من المدح يجب أن يرون ويجب أن يرون ويجب أن نرون ويشترك في القناة و بدون تجريح و بدون قطف و بدون تعليقات سلبية و هذا مريح لن أقل الى خوتي الذي لم يكن عجبه في المحل يقعد على الإخوة و لا أستطيع تحويله هذا هو خوتي و لم يكن سيتم تزايد علىكم كذلك و سيتم تزايد على خوتي قال مثال هذا رجزي دعلينا ولا هذك الفشرة منا ولا ذيك احنا قاع انا كمناظل انا كمناظل كان لبعض مخاوتنا يقول لك طرق قواسمية من كما دخلها رام تقعدوا من نام وكما دخلوا في كل الأمور انا انحيي من هذا المنبر طرق قواسمية لانسان ما شاء الله وانسان الله يبارك واحد يفيد القاضية في امور ينور خاوته في امور كما هذه نقول له احسنت وبرك الله فيك ورخونا كذلك يخدمنا معهم عام وعامين وثلاثة سنين وربع سنين وخمسة سنين يحبون خاوتوني رقموا على بيكم كان ليرا خادم 14 عام وكان ليرا خادم 13 عام وناعرفين خاوتنا كنا معهم في التكند كنا معهم كنا اخدمنا معهم في الإدارة يخدمنا في معهم كتاف وخاوتنا ما ازايده حتى على واحد في القضية كان سين يريد ايضا روحه يريد يريد أن يكون يحتوي على أشياء التي كان يعمل فيها و هو أدرى من المعلمين أخوتي ليس لدينا من الأشياء الذي قال على حسب ما أعرفه أنا أخوتي قال مثل أن يحوز على أشياء منصب أو على أشياء كرام ساقوم بإمكانهم ونفعلهم بإمكانهم المناظر ونفعلهم ونفعلهم نكذب عليكم ونفعلهم ونحن حيث لا نقبله نحن نفعله كثيرا ونفعله في الهاتف وشخصياً يبغوا يسفسروا بزاف كالي أمور أنا ما كتبش على أخويا ما نعرف هاش ممكن هو أدرا منا ونحن نحن نحن في مدل القضية الرحب فوق بيه فوق العين والرأس ونحن من قديم الزمان نقولوا اللي سوينا هذا كوابون هذه هي الحقيقة والصراحة يجمع ونحن نقول الطارق واسمي هو اللي سوينا وابونا لازم تفهم المقصود ولازم تفهم الأمور هذه ونحن نزيده على حتى على واحد مخاوطنا في النظام أخونا طارق حضرنا معه وعيضنا له وقالتنا عليش أي واحد يستفسر في المباشر راني يوجده حاضر وبرطاجه باش توصلنا على الأقل على الأقل يطلع نسبة المشاهد كيين الناس خاوتنا باش يتمور هو باش يساق سخونه كذلك هل يجب ان يتخبئ لكك؟ ويستفصل من قضية التاع خاصةً الولائيين احنا لا نكون لدينا ولايين لدينا مناظرين لا نقول ولائين تخبئ ولائين أخونا ومامي معنا ومعنا في ولاية واران حدنا ولايين يا مامي هذه الحاجة مامي تسمع فيها. عندنا ولائي في ولاية وارن. ما نشعرف. بل كنصبه واحد انا ما على بالش. واحنا ما نشجينا باش نكون ولائيين ولا نكون مش عارف انا كما يخموا الناس خاوتنا. احنا ما دابينا. قلت لك باللي في بيت المباشر ينور خاوتنا في حاجة اه عشرة على عشرة. ولا كان عندنا مثال قال من عندنا اعرفه. ويقدر ان كان عنده كان اناسا في صندوق المعاش وكان في الناس من النتاب. ويعرف هذه الأمور. وقد ادرى منها ويحلوا الملفة عن المشطوبين. كنا نتجا من خدام. ونشكره من هذا المنبر. وانا اتمنى هنا في البرز المباشر. كي لا نطلع يطلع مع خوتنا ومدى يطلع مع خوتنا بارتاجه ويطلع هذا البث المباشر لكي يطلع مع خوتنا يثقسوه في المباشر مباشرة لكي يكون لديه شيء عنده خوتي لا يطلع معندي منذر بهذه الأمور ومثال الإنسان يقول لك كما تحب لنفسك أحب لغيرك وإن الله جعلك حر كما تحب لنفسك أحب لغيرك وإن الله جعلك حر هذه هي الحقيقة خوتي لي راجل ما يسمحش في خيب يالو كانت تروح تقسبانا تعترابع وتدفنه هذه هي الرجولة وهذه هي القضية حقيقة هذه هي نحن نقول للم الشمل نحن نقول للم الشمل هذه ونظلموش وما نحقروش بعضانا بعض على حاجة ما كان ولو على حاجة ما كان ولو هذه تجور خوتي نقول لن نقول لن نحن نروح للم الشمل على الخوتي هذه هي الحقيقة خوتي حاجة أخرى نحن قلنا باللم التجور نعودوها مرارا وتكرارا نحن نزيد حتى على واحد في القضية ونجيس نكذب على أخويا وما عندي حتى مصلحة شخصية يقول هذا يحوص على حاجة هذا هو المشكلو المشكلة لتعنا هو الوسواس والخناس وليوصل القضية في انحراف وفي الانحراف لا يوجد القضية لتنمشى خوط من حبة حبة ومن كرهة كرهة ولكن نرى مشكلة في خوطنا الناس الذين لديهم ملف مدني هذا هو المقصود لتعنا هذا هو المقصود لتعنا أخوتي ومدى بنا أخوتي لم يشم والله العظيم والله العظيم تندم عني والله غير تندم عني والظلم وظلمات والظلم وظلمات يا أخوتي إنسان يتسمح مع خيوم مهما كانت الظروف معليش ولا هذا الإنسان صح سيبري ميس لحش ولكن على جل القضية أخوتي على جل الرجال اللي وقفوا في القضية وماتوا الأقل الواحد تجور يشوف موراه ويشوف خوتي يقول معليش على جل خوتي نمسحها وعلى جل الرجال اللي مسمعتوا حتى حاجة من عندنا تعكذ وفي هذه القضية وعمرنا ما كذبنا على خاوتنا وعمرنا ما قلنا هادرا ولا نتمشوا بالإعاز من المستحيلات الإنسان اللي يتمشى بالإعاز نحنا ما نش من هدو ما عندناش مبادئ تعباش نتمشوا بالإعاز نحنا قلنا نحنا تجور مناضلين وتجور نوقفوا مع خاوتنا واللي أحسن نقوله أحسنت اللي أساء نقوله أسأت وهذه الحقيقة وتجور نقوله أدو اللم الشم يا خاوتي اللم الشم والله اللم الشمنا هذه الحقيقة وخاوتي بارتاج بارتاجه باش يطلع البدث المباشر وماذا بينا إلى الطارق جواسمية معانا فاني كذلك يدي اللي باش نطلع معانا وخاوتي اللي بغي يطلع كذلك كذلك فاني مرحبا به بدون تجريح واحد ديرانا كبار لا تهدروا هذا صواري سلبية موش ملاح لا تدروا تعليق موش ملاح اللي ما عجباش اللايب هذا بيه خرج مش مشكلة وكل احتراماتي هذه الخاوتي اللي نقوله بلدي من المقوله احنا نجيبان على أساس كين خاوتي نالا كين يستفسر لي موش ملاح وش ملاح وش ملاح وكين اللي راه سيفري يجري مسكين و النحل يسعى بشأنها جدتا أموال 10 من الوياس . لكننا لاحظتم بشأن قبل قبلها و ننحلوا قبلها و نقفها و نقفع و قمت بالأرجال و نحن نهار جرا لنا و نقفع ذلك و نقفع 청ن الحراب السابق والاقوم نتحدث عن قبل بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد و على أله و أصحابه السلام عليكم خوتي من هذا المنبر من ولاية وهران بن علي محمد يحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلنا هذا البث المباشر خوتي على كين خوتينا بغي يستفسروا في القضية كاللي عندها ملف دوس التاعه عندها بروبلام كاللي مسكين عندها ملف عسكري كاللي عندها 10 بالمئة منسوبة في مدة حوالي ثلاث سنوات واللي عنده اي استفسار في القضية ولا استفسار كذلك في ملف الملف خاصة الملف تاعه سقسي ولا يدير تعليق ولا يطنعوا معنا طرق واسمي وماذا بيكون خوتي بارتاجوا وديروا قلوب على شراء أمي تاكو فيها وهذه هم الناس الذين لا يريدون القضية لكي تقسروا البر الأمن نحن على كل حال نحن الذي يحسد الله كما نقوله نحن نقوله الذي يحسد الله ينعله الذي يحسد هذا المحارب العشرية السوداء الله ينعله إلى يوم الدين هذا يقول الخوتي وماذا بيكتارك واسمي الله نحن نطلع معنا في البيت المباشر الذي يحسد دومون تكتب نقدر نطلع خويا وليبغى يطلع معايا فاني كذلك مرحبا به بلا ما جاء فاني كذلك طارق واسمي الله وعليشنا ممكن أن يطلعوا على بل يشتاء خوتي وتنطلع شوية من نسبة المشاهدة باشا على الأقل يتوصل قاعد خوتي قاعد خوتينا بإذن الله الأقل يكونوا اليوم بإذن الله في ذلك المباشر الأقل يستشترع دومين لفتاعه من الأحسن خير من الليعية لأنه لم يكن أدرا من واحد كان في الإذاعة لخادم خبسة وعشرين عام هذه هي خوتي ومرحبا به وبرك الله فيه وقطر خيرا هذه هذه الأولى نطلع العاشكون هذا العربي العربي هذا باي حدوموندي يطلع نطلع أخويا بك شوشكي ما رحبا بك نطلع أخويا نطلع أخويا نطلع أخويا نطلع أخويا نطلع أخويا ماذا يعني؟ أريد أن أخرجها أريد أن أخرجها أريد أن أخرجها أريد أن أخرجها أرد أن أخرجها أرد أن أخرجها الطارق أخرجها أريد أن أخرجها هل يمكن أن يقومون صوت رعيان قال لك الصوت رعيان أشوف بسي أسفو رعيان ولا مش عين أيها صوت رعيان صوت رعيان لكن هل هو موما رحاكا في هذا الريف يزي هذا هو البروblem شار اشتركوا في القناة 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 ى اكتمروا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو المشكلة عاو جمعتني عاو جمعتني كشو واحد خوطي يطلع تشو باش نشوف اسكو كامب يطلع ونطلعوه معاو جمعتني تشو باش نشوف يطلع مبادئة تتكبلي ريفيزي شوفوا كشو واحد ما خوطي يطلع هنا نطلعوه أكدا أعطيكو من somig من الطريق أو يطلعوه أكدا لكي يطلع من قلبه وطارق عاود تشوف بعث عاود أبعث بشي يشوف لماذا؟ إلى شئ من المشكلة؟ رأيت معي يا مامي إذا وجدنا بشكل موضوع لم يكن ترى أن البث معنا طارق وسمي نقوم بشكل موضوع نحاول البث المباشرة عند الرئيس عند الإعلام الوطني عند مامي نقدر أن نطمعه لأن مامي مامي حلوف كبير لقد استطعت لقد استطعت لقد استطعتها كيف يكون إنما يعزو نحن خسر عليكم وضع خبس وعشر مليون بيرو في كل شيء هذه إذا لم يردنا نطلعوا البث المباشرة هنا كتب لي مامي نكتب لي إذا غيرنا نعاود إذا أخرنا الله مبارك ولما طلعنا الهدف التي عنا هو في البيت المباشر أخواتنا يتناورو وهذي ذا نطلع بنا أخوتي من عن نارا هم بزاف لما يتكتبون بريفيزي معلش نديروا البيت المباشر التي عنا عند أخونا مامي لما ننشي الهدف التي عنا بش نبانو فلنفلي لايب لأن الهدف التي عنا هو خوتي نوصله على الأقل ننظره خوتينا مناظرين الذين عندهم مشكلة في الميلادات الذين عندهم مشكلة كذلك الميلاد التاعه والدي عشرة بالمئة لماذا لا يطلوش عندهم مدة حوالية السنوات كأن الناس الأمر ضخفة نحن قلنا من هذا الأمر نحن قلنا منحسلو حتى الإنسان نحن قلنا من الناس الذين يتسوهوا باركة عليهم أخوتي همهم مش أنني نجمع الأننين بحوالنا الكبار ونجمع المشمل بتاعنا مامي ماذا بيخويا اكتب لي هنا يا ليس توجد رحط في البيت المباشر وننطلع أخوتينا عند مامي بحوالنا هذا نطلع عند مامي ونفعل بث مباشر مع طارق وسط ترجمة نانسي قنقر